ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد او مراجعة جديدة اليوم راح نراجع معاكم من الايفون 12 ميني ما توقعتي القوة بعض الكلام اللي قلت لكم قبل طلع قلط الان خصنا في البطارية كبداية جهاز ممتاز جهاز فلاكشب جهاز قوي جهاز في كل شي تحتاج من الايفون 12 برو ميكس شاشة ممتازة سج 1080 لكن على حجم الجهاز ممتاز الشاشة الكاميرات جبارة الكاميرات لا تتغارن برضو مع الايفون 11 او 11 برو ميكس الكاميرات هذه محسنة كلها تصوير الليلي فيهم كلهم دول بي فيجين فيهم كلهم بالنسبة لي جهاز متكامل البطارية راح ياخذ معاي 12 ساعة استخدام يعني اخذت الجهاز شحنت امس الظهر طلعت رجعت الساعة واحدة في الليل الجهاز بقي فيه 20% استخدمت صح بين الوايرلس والفايف جي نقدر نقول الفايف جي لكن كل شي ما طفيان في الجهاز يعني كل الخيارات اللي موجودة في الجهاز شغالة عندي ما واجهت اي شي تحدد الموقع شغال استخدمتها في سناب شات في التويتر في الانستغرام في البريد تصوير الفيديو كاميرا تقنيني عن كاميرا الايفون 12 برو ماكس الا اذا كنت في 2.5 اكس التزويم او تابي لايدار او تابي ابل برو رو هنا موجودة لكن الافرجة لحق الناس المستخدمين هذا الجهاز جبار هذا الجهاز انا بالنسبة لي كنت متخوف من البداية البطارية قلت ان يعطي اربع ساعات لار خمس ساعات نفس الايفون 6 او 6 اس او 7 او 8 بالنسبة لي لا اعطاني بطارية اقدر اغرنها بال passes بطارية اقدر اإغرار بال absolute 10R او اقل من 5 ساعه يمكن تغيبا فكبطاريها لماذا فعلت ابي جهاز كفاني في المسك بورد طبعا ما راح اقولكم في الالعاب والإلعاب اتوقع حتى الالوه من برو ماكس وبعض الأشخاص حتى الايباد برو و ايباد اير ما ي اسم voix المشوي لكن استخدامه الطبيعي جهاز ممتاز صح الصوت ما رح يتغارن بين الايفونات الثانية السبيكر الصغير فما اقدر اغارن لك بالاجهزة الثانية لكن ما رح اقول لك لا كلش ما هو ممتاز او ما رح يطلع الصوت كويس لكن مغارن انت بالاجهزة الثانية لو بشوف لكم الصوت احين هنا هذا على شي بعض الشهاز يقول صوت هو واطي لا اوكي كحجم الجهاز ممتاز نشوف في الايفون برو ماكس هناك فرق لكن عادي لازم تستغني عنه كحجم الجهاز هذا ما نسمع اوكي يمشي الحال يعني نرجع هنا نروح لكم ملتا ثاني اسمع الصوت هنا لو بتحطه من بعض صح رح تحس بفرق لكن استخدام الطبيعي هذا الجهاز عادي اسمع هنا هنا اقوى لازم مثل ما قلت لكم فتحات السبيكر يختلفون هنا اكثر السبيكر نفس الداخلي اكبر فكصوت عادي يغنيني كمسكع هذا الجهاز اللي اقدر امسكه بدون قلاف ما يقلمني في ايدي وزنه خفيف وقت النوم اريح بكثير من هذا كيف تعرف كيف شخصتي في الاريح اتوقع اذا كان عندك جوال كبير وانت نايم او انت مسدح قلت تستخدمه وطاح عليك تعرف هذا ما طاح لي ولا مرة يعني وانا نايم وانا مسدح اقدر امسكي فمسكتها حلوة في اليد ممتاز جدا في المسكة مشاهرة الفيديوهات حلوة فيه كل شي حلو فيه في الحجم الصغير اذا كان عندك ايباد عندك الجهاز الثانية ما نصحك تاخذ الجهاز الكبير حتى لتولف ما نصحك تاخذ اخذ لك الجهاز الصغير تريد افلام تريد اشياء عندك الايباد امم الاشخاص اللي يشوفون افلام كثيرة في الجهاز كل شي ما اقول لكم هذا مش ممتاز هذا ممتاز لكن لتولف يمكن اريح لك على حسب احتياجك فبس جهاز جبار بطاريته ما تتقارم مع الايفونات القديمة السكس ولا السكس اس ولا السفن ولا الايت بطارية جبارة ما راح اقول لكم نفس قوة الايفونات هذه الكبيرة لا لكن كحجم الجهاز ما في جهاز الآن في السوق لانه ما في جهاز الصغير في السوق لكن ما في جهاز تستطيع تسقر الحجم لها الكبر مع 5G ويجلس معك 12 ساعة في استخدام الطبيعي انا جلس معي انا من صدم ان اجلس معي كذا انا الجهاز ده كل شي فيه بالنسبة لي بطارية قوية على حجمه الكاميرات ممتازة تصوير الليلي فيه دولبي فيجن فيه صح 30 فريم لكن تحتاج اعلى اذا كنت تحتاج تضلبي فيجن برضو معالج اقوى معالج الان موجود في السنة هذي فكل شي فيه مش اللي تبيزي وهذا لاحجام بينهم مثل ما يشوف فبالنسبة لي جهاز السنة للاشخاص اللي يحبون التصويق مرة نقدر نستحبه شوي جهاز السنة لحق الاشخاص لايفون 12 يعني بحطه هنا الاشخاص اللي يبون كاميرا اكبر والاشخاص اللي جهاز الايفون عندهم وهم كل شي يسون فيه مشاركة فيديو وافلام وكل شي فالايفون 12 العادي في نهاية الفيديو اشتركوا في الغناة واشتركوا حسابي سامبتشات اشتركوا في ضفتكم وعمل لايك الماقطع وانشهر الماقطع ولا تنسوني فضل دعاكم والسلام عليكم